أنا النهاردة جاي أسألك عشان أنا خايف على الشعر كلنا شعري ما بقى إزل أول قوليني بقى المشاكل اللي بتسيب الشعر هو الحقيقة دكتور إن إحنا دلوقتي في العيادة بقى أغلبية الشكاوي اللي بتجيلنا هي أغلبيتها شعر ولو البايشنت ما سألشي أساساً يعني هو جاي مثلاً عن بيعالج مشكلة حب شباب لازم قبل ما يخرج من الفيزت يبقى عنده سؤال إيه رأي حضرتك في شعري أو شايفة مشاكل شعري إيه المشاكل الكومن اللي بنقابلها بتبقى ما بين حاجة الأندروجينيك ألوبيشيا اللي هو تساقط شعر الزكوري أو الوراسي وده بقى مشهور جداً والجزء الثاني اللي هو التالجين إفلويم تساقط شعر الغير زكوري أو الغير وراسي اللي هو بقى ليه أسباب كتيرة جداً زي ما حالك ذكرت الحمل والرضاعة والسترس ومشاكل السايكولوجي المدن الصناعية زي ما أنت قلت الأمراض أن يكون شخص عنده أمراض ومر بفترة استرس أو عمل عمليات ميجر برضو فيه من المشاكل التانية اللي بنقابلها الألوبيشيا إرياتا اللي هو السعلبة بس المور كومن اللي بنقابله حالياً المشاكل بتاعت شعر نفسها يعني ممكن يجي لك بايشنت يقول لك أنا الحقيقة دكتور شعري ما بسقطش بس أنا عندي مشكلة أن شعري بقى ناشف وجاف ومقصف دي بقت ميجر ومشهورة ويمكن في أغلب بيوتنا كمان الأسباب إيه غير اللي إحنا قلنا دي؟ في حاجات تانية؟ تقصد أسباب المرضية والحيب بتتكلم أولاً إحنا لما بيجي لنا بايشنت في العياد إحنا بنحاول إن إحنا في الأول نفحصه نعرف إذا كان عامل لاب جديدة ولا لا عامل سورة دم كاملة عامل مغزون الحديد هل اشتكى قبل كده من غضة درقية ولا لا بنحمله كمان فيتامين ديل بنقيس فيتامين ديل بتاعه بنشوف المريضة هل هي لو هي مريضة سيدة بنشوف عندها مشاكل نساء بنسألها على البيريد بتاعتها منتظمة ولا لا لأن كتير من الفيميلز بيكون عندهم مشاكل سبب بتسبب تساقط شعرهم بيكون سببها هرموني إحنا من التشيك بنحاول إحنا نعمل اللاب كاملة وبعدين نبتدي نعمل لها فحص الشعر اللي هو نعمل فحص بجهاز ديرموسكوب إن إحنا بشوف فروة راسها نفسها لو إذا كان بتعاني من إشرة بتعاني من تساقط أسباب اللي هي الأندروجينيك ألوفيشيا بيبقى شكل فروة الراس نفسها بيبقى شكل البصائلات رفيع جدا جدا عددها قليل جدا على العكس التلجين إفلوفيام اللي شكل الفروة فيها بيبقى البصائلات أرفع سنة ولكن مش زي الأندروجينيك ألوفيشيا والأماكن بتاعتها مختلفة السعلبة طبعا بتبقى واضحة حتى بالشكل العين